اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم إزايكم يا حبيبية عاملين إيه؟ يارب تكونوا في أحسن حال وأحسن صحة وجيت لكم بفيديو جديد الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على مرض النقرس عند السلاحة البرية إيه أسبابه وإيه طريقة علاجه وكمان إيه الوقاية منه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الفيديو بتاعنا على طول طبعا المرض ده أصبح منتشر جدا عند السلاحة بس فيه مننا كتير ما بيردوش بالهم فجأة كده بيلاقوا إن السلحفة مش قادرة تمشي عملة بتجر في أطرافها زي ما حضراتكم شايفين كده سواء الأطراف الأمامية أو الخلفية ده بيحصل لها التهاب شديد في المفاصل بيسبب لها ألم شديد ممكن زي ما قلت لحضراتكم كده في الأطراف الأمامية أو الخلفية وأحيانا بيحصل إحمرار أو تورم في الأطراف المرض ده طبعا سببه سوء التغذية لما بيكون النظام الغذائي بتاع السلحفة غني جدا بالبروتين أو زيادة حمض اليوريك أسد وهم مركب كيميائي بيبقى متواجد في الجسم بيتكون طبعا من الكربون والأكسوجين والنيتروجين والهايدروجين بتفرزه الكبد إلى الدم وبيتنقله الكلة إلى البول لما السلحفة بقى بيجي لها مرض النقرس ده زي ما حضراتكم شايفين كده بتبقى المفاصل بتاعتها ستيبة خالص مش قادرة تتحكم فيها بتجرها جر زي ما حضراتكم شايفين كده وأحيانا بيحصل فيها انتفاق زي ما قلت لحضراتكم وده طبعا بيقدي لصعوبة في المشي يعني السلحفة ما بتبقاش قادرة تمشي بتفضل تجر في رجليها يمين وشمال كده زي ما حضراتكم شايفين طيب في الوقت ده لو في بطري شاطر طبعا بنودي له السلحفة لأنه هيديها طبعا أدوية لتخفيف مستوى حمض اليوريك ويتخلص من معظم البروتين الزيادة وكمان هيعمل لها نظام غذائي متوازن طيب أنا عايزة أقول لكم ملحوظة أن مرض النقرس ما بيسببش شلل للسلحفة بيكون بس ألم في الأطراف أو تورم أو احمرار بس ما بيسببش الشلل لأن في سلحف كتير بيجي لها شلل فبرضو هشرح لكم الموضوع ده في فيديو كل المقصود من الفيديوهات بتاعتي أن احنا ناخد بالنا من استلاحف بتاعتنا ونحدد المرض اللي عندها شلل نعالجه بكل سهولة لأن المرض فأوله بيتعالج بسهولة أما طبعا لو المرض الحالة تأخرت طبعا بيبقى صعب جدا نعلاجه عايزة كمان أقول لحضراتكم أن أنتوا أول ما تلاحظوا أن السلحفة ابتدت تعمل اللون البول الأبيض زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة تبتدوا تعرفوا أن عندها بروتين زيادة نبتدي على طول دي بقى الوقاية عشان ما ندخلش في مدهات تانية نبتدي على طول نزبط لها موضوع النظام الغذائي ونهتم جدا بالألياف لأن السلحفة بتبقى مش محتاجة بروتين زيادة وكمان ما بتبقاش محتاجة الكالسيوم زيادة لو كبيرة في الآد زأزوق وزأزوقة كده بتبقى محتاجة السلحف الصغيرة بتبقى محتاجة كالسيوم أكتر من السلحفة كبيرة بس برضو لا غنى عن الكالسيوم سواء للسلحف الصغيرة أو السلحف الكبيرة بس بتبقى بكمية أقال وكده بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص يا رب الفيديو يكون أفادكم نهاردة وبإذن الله إذا عيشت وكان لي عمر انتظروني في فيديوهات أكتر وأكتر بحبكم في الله هستنى لكمنتات بتاعتكم وما تنسوش اللايك للفيديو وكمان لو الفيديو عجبكم شيروا الفيديو عشان نقدر نحافظ على قد ما نقدر على السلاحف من الامراض ومن الانقراض وبحبكم في الله انتظروني في فيديو جديد باي باي